اهلا بكم صعد زعماء الميليشيات وفرق الموت الخاصة من نبرة خطابهم الطائف بشكل فج وفضل في أثناء الحملات الدعائية في الانتخابات المحلية التي جرت في الثامن عشر من الشهر الماضي وبرزت عبارات مثل اختلال التوازن الحفاظ على مكتسبات المكون الأكبر المكونات العراقية الشيعة السنة في أثناء كل المؤتمرات واللقاءات الانتخابية لهذه الأحزاب والميليشيات وأول من روج أو أبرز من روج لها هم قيادات القيادات الرئيسة في الإطار الطائفي كالمالكي عمار الحكيم العامري الخزعلي وأيضا الكتاب والمحللون السياسيين المحللين السياسيين والمحسوبين على هذا الإطار ويقول الناشطون العراقيون إن العزف على وطر الطائفية ورفع هذه الشعارات المستهلكة والبالية لم يعود مجديا لأن الرأي العام في العراق فاهم اللعبة ومقاصدها الخبيثة ولم يعود يتفاعل معها وأن هذه الطبقة السياسية أثبتت مرة أخرى إفلاسها من كل شيء لذلك هي تهر للطائفية لعلها تكون منقذا لها من هذا المأزق الكبير الذي تعيشه منذ عشرين سنة تصعيد زعماء الميليشيات وفرق الموت والأحزاب الطائفية من نبرة الخطاب الطائفي قبل وبعد انتخابات مجالس المحافظات بطريقة انفجة ودوافع هذا التصعيد هو الذي سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار وسنطرح فيها الأسئلة التالية ما دوافع تصعيد قادة وزعماء الميليشيات من نبرة خطاباتهم الطائفية قبل وبعد انتخابات مجالس المحافظات الأخير وهل تقديم أنفسهم بصفتهم حماة طائفيين سيعفيهم من مسؤولية الفشل والترد العام في العراق خلال العشرين سنة الماضية وهل يظن هؤلاء المسكونون بالطائفية أن المجتمع العراقي سيتفاعل مع هذا الخطاب والنهج والشعارات التي دمرت العراق وذبحت أهله وهل هرولت هذه القوى في كل مرة لللعبة الطائفية البالية يعكس إفلاسهم السياسي المزمن ومأزقا مستمرا للعملية السياسية كما يقول المراقبون ضيفة الطاولة رافع الفلاحي فاروق يوسف كلما غرقوا في مستنقعة الفشل هرعوا إلى تصعيد الخطاب الطائفي بلغة مسمومة لتمزيق النسيج الاجتماعي في العراق أحزاب السلطة قبل كل انتخابات وبعدها وعند كل فشل لا تجد ما تواجه به الشعب العراقي الصاخط على فسادها سوى إثارة النعرات الطائفية هذا السلوك يصفه مراقبون بعقاب جماعي من الأحزاب ضد الشعب العراقي بسبب صفعته الثالثة للطبقة السياسية عندما قاطع الانتخابات بأغلبية ساحقة في مؤشر واضح على فقدان الثقة الشعبية بشكل تام بالعملية السياسية ومفرزاتها أحد أبرز وجوه التنظير الطائفي والفكري للميليشيات غالب الشابندر ألقى قناع الديمقراطية المفترضة في الانتخابات الأخيرة بتصريحاته حول نتائج الانتخابات في بغداد إنه خسر الشيعة بغداد والعلم أن الشيعة بغداد يعشقون بغداد منذ أن تأسست إلى العالم وجل علمائهم من الكبار هم بغداديين وبهذا النفس الطائفي كذلك كتب وصرح وعلق كثير من قادة ومسؤولي الأحزاب الطائفية محاولين بكل الطرق صناعة حاضنة شعبية والتشويش على رؤية التغيير الوطنية التي تبلورت بعد ثورة تشرين ولأن أجواء الشحن الطائفي تطرب عرابيها ومنظريها أطلق نور المالكي تصريحات عبرت بشكل واضح عن العقلية الطائفية التي يتعامل بها هؤلاء مع المحافظات المنتفضة عام 2013 داعش لم تكن إلا صنيعة تم تأسيسها في منصات الاعتصام في الأنبار من قبل الإدارة الأمريكية مباشرة وهي عقوبة لنا لأننا وقفنا رافضين عملية إسقاط النظام في سوريا نظام الأسد الذي يفتخر المالكي بحمايته من السقوط هو نفس النظام الذي اتهمه المالكي سابقا بالمسؤولية عن مسلسل التفجيرات بالعراق ورفع شكوى دولية ضده على خلفية هذه التفجيرات الخطاب الطائفي عند أحزاب السلطة بدأ يتحول من طريقة للحكم إلى أسلوب انتقامي من شعب وجد طريق خلاصه الوحيد بإسقاط العملية السياسية بكل رموزها أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من برنامج طاولة حوار والتي ستبحث حلقة الليلة في تصعيد زعماء الميليشيات والحزاب الطائفية وفرق الموت من نبرة خطابهم الطائفي قبيلة وبعد انتخابات مجالس المحافظات التي جرت الشهر الماضي ضيفاء الطاولة دكتور رافع الفلاحي الكاتب الباحث السياسي وسيكون معنا من العاصمة البريطانية لندن الكاتب الصحفي الأستاذ فاروق يوسف أهلا وسهلا بالضيفين الكريمين هياكم الله نبدأ مع دكتور رافع دكتور رافع الحقيقة كان هناك تصعيد لافت في الخطاب الطائفي الخطاب الطائفي موجود الحقيقة لم يغادر قارة العملية السياسية ولم يغادروه لكن الحقيقة كان هناك تصعيد لافت جدا قبيلة الانتخابات واستمر الخطاب بعد الانتخابات انتخابات المحلية مجالس المحافظات والحقيقة كان خطابا طائفيا فجن بعد ان خفت في السنين الماضية خطابا فجن من قبيل بغداد شيعية بغداد ذهبت من الشيعة هناك زحف سني على بغداد شهداء الجيش العراقي في فلسطين كلهم شيعة الموصل مدينة سنية وهكذا الخطاب لماذا تصاعد هذا الخطاب واستمر بسم الله الرحمن الرحيم وحييك استاذ ماجد وحيي ضيفك الكريم ده لنا استاذ فاروق يوسف حالا بيك الحقيقة عندما كنا نتحدث فيه اكثر من مرة ونقول ان العراق اذا كانوا تحدثون عن خانات ويقولون ان العراق غادر الخانة الاولى وكنا نقول ان العراق ما زال في الخانة الاولى التي وجدت عام 2003 وكان البعض منهم يزعل من هذا الكلام كيف ذلك والعراق ما اعرف كلام كبير ما يحدث اليوم والان يؤكد ان العراق لم يغادر هذه الخانة نفس الخطاب الطائفي الذي سمعناه عندما جرى التصويت على الدستور عام 2005 ونفس الخطاب الطائفي الذي سمعناه في اول ما يسمى بانتخابات عام 2005 انتخبوا القائمة خمسة خمسة ما اعرف شنو لانه عدم انتخابه سيؤدي الى المكون يفقد معرف منه لصالح المكون الاخر وهكذا كان الخطاب الان في هذه الانتخابات التي جرت والمثال يعني يعني هذا هذا الدليل الانتخابات التي جرت وما تسمى انتخابات مجالس المحافظات الاخيرة كل الخطاب سنيا شيعيا كان كان طائفيا كان بنفس الاتجاه وكنا نسمع عمار الحكيمة تحدث عن التوازن المكوناتي اللي لم تذهبوا الى الخطابات سيحصل خلل في التوازن المكوناتي نعم ونور المالكي يخرج يقول اذهبوا لانه ستذهب الى طرف الاخر يقصد السنة وهكذا وهكذا تحدث هادي العامري وهكذا تحدث الخزعلي وهكذا تحدث الحلبوسي كل القضية بهذا الشكل وصلنا الى الحديث اللي حضرتك الآن ذكرته عن بغداد وكل الذين يتحدثون هم ليسوا من اهل بغداد ولا يعرفون بغداد ولا يعرفون قيمة بغداد ولا يعرفون المكون الاجتماعي والثقافي والقيمي لبغداد ويتحدثون بها بهذه الطريقة بغداد لم تكن في يوم من الايام اسمها شيعية واسمها سنية بغداد للبغدادين للعراقيين لكل العراقيين لكن عندما تقطع الطريق على العراقيين على جزء من العراقيين وتفتحوا على جزء آخر تبدأ بغداد بتغير طبيعة المجتمع وسأقول لك شيئا كبيرا جدا في عام يعني بعد رحيل بول بريمر عن العراق الحاكم المدني الأمريكي للعراق أصدر كتاب سما عامي في العراق نعم الآن عندما تراجع الكتاب ستجد نفس الخطابات التي ظهرت في الانتخابات الأخيرة لمجالس المحافظات موجودة فيه نفس القضية المكونات والمكون الأكبر والمكون الأصغر ومن يجب أن يفؤوز ومن يجب أن يدعمهم وكيف الطريقة والمحاصصات نفس الفكر نفس التوجهات إذن نحن بعد عشرين سنة ما زلنا في المربع الأول هذا اللي يقولون أننا غادرنا المربع الأول والخانة الأولى ما زلنا في هذا المربع ما زال العراق أسيرا في هذا المربع مربع الطائفية الفكر الهجيني الكسيع المخرب المدمر الفساد الخراب القتل التهجير الاجتثاث نفس القضية ما الذي يتغير إذا كان العراق من سيء إلى أسوأ من حالة سيء إلى أسوأ يتحدثون عن الديمقراطية لا تستوي الديمقراطية والطائفية على سطح واحد أبدا مثل الصيف والشتاء لا يأتيان على سطح واحد وهناك مؤشر مؤشر الديمقراطية في العالم تصدره وحدة الاستخبارات الاقتصادية هذه بريطانية تسلسة عام ١٩٦٤ قبل ٧٧ سنة بناء على مؤشراتها تضع الدول دولة ديمقراطية كاملة دولة ديمقراطية ناقصة ونظام هجين ونظام استبدادي العراق في آخر قياس لمؤشر الديمقراطية في العالم من بين ١٦٤ دولة العراق في المرتبة ١٢٤ ومكتوبة على الدولة استبدادية لمؤشرات عديدة لديهم خمس مؤشرات عديدة من ضمنها طبيعة الحكم طيب اقتصاد دكتور نعم طبيعة الحكم قضية الرأي العام احترام الرأي العام احترام المواطن خمس نقاط معينة على أساس هيقيسون مستوى ديمقراطية وهذه غير موجودة كلها غير متوفرة في العراق لأنه وجدوا أن العراق نظام استبدادي بعد عشرين سنة تبشر أمريكا التي احتلت العراق وكل الذين يحكمون العراق بأنه النظام ديمقراطي في العراق ولا وجوده ولا يمكن لنظام بفكر طائفي بأحزاب طائفية وميليشيات وميليشيات تقتل وتذبح من أجل مكاسبها لا يمكن أن يكون ديمقراطي ولا يمكن أن يسمع للآخرين باعتلاء المنصات التي يستحقونها فعليا بفكر وكفاءة وقدرات أبدا لذلك العراق من سيء إلى أسوأ لأنه هذه الأحزاب هي المستحوذة على الكراسي وهي توزع هذه الكراسي بناء على مكتسبات معينة ولا وجود لما يسمونه الديمقراطي أشكرك مساء الخير السيد فارو مساء الخير الحقيقة كان متوقعاً أو الدارج أن هذا الخطاب الطائفي يجيش فيه المجتمع على اعتبار أن القوى العملية السياسية لم تقدم شيء ليس عندها برنامج انتخابي يعني تعرضه على المجتمع في كل مرة تهرون إلى الخطاب الطائفي الغريب أن هذا الخطاب الطائفي بعد انتهاء مجالس المحافظات استمر بنفس الفجاجة والصفاقة إذا صح التعبير لماذا استمر انتهت الانتخابات وذهبت وأخرجت وخرجت النتاج لماذا مستمر الخطاب حتى هذه اللحظة لأنه عفوا أستاذ ماجد أصل النظام الطائفي الموجود غير مرتبط بقصة الانتخابات بحكاية الانتخابات الدورية التي تجري سواء الانتخابات التشريعية أو الانتخابات البلدية النظام الطائفي وجد لكي يبقى يعني تم اختراع من قبل أمريكا لكي يبقى خارج كل الأطر وخارج هذا يعني قصة حكاية المفهوم الديمقراطية لأنه أصلا هي الديمقراطية صارت هدف في حد ذاته بالعراق وهي الحقيقة ليست هدفا في حد ذاته ذاتها هي محاولة الوصول إلى شيء ما له علاقة بالعدالة الاجتماعية مثلا أو بالحريات العامة مثلا مشكلة النظام أنه هو النظام الطائفي أصلا هو نظام أزمة وهو نظام مخنوق يعني بمعنى أنه ليس نظاما شعبيا الخطاب بغض النظر عن شعبويته الخطاب الطائفي بغض النظر عن شعبويته فهو يعبر عن أهداف غير شعبية النظام الطائفي أصلا لا يحترم الشعب ولا يحترم مواهبه ولا يحترم كفاءته وغير معني أصلا بكل ما ينطوي عليه وجود الشعب من مواهب وكفاءات وخيال وحتى عبقريات نظام موجود وحده ومعزول عن العالم أيضا يعني هو لو قارن النظام الطائفي قارن وضع بأي نظام حديث آخر في العالم فهو نظام مختلف تماما وهو نظام لا يصلح لقيادة المجتمع أو على الأقل احترام كرامة المجتمع وإرادة المجتمع هو نظام غير اجتباعي هو نظام أقرب ما يكون إلى نظام يعني نظام مجموعة من الميليشيات والأحزاب المتداخلة والتي هي من الممكن أن تتقاتل وتتحارب فيما بينها في أي لحظة تبعا للمصالح النظام الطائفي نظام أجندات الأجندة هي التي وليس برنامج سياسي الأجندة هي التي تفعل فعلها وهي التي تحرك مفاصل هذا النظام والأجندة هنا هي المحاصصة المحاصصة تعني الفساد إدارة الفساد فكل ما انت صعدت من الخطاب الطائفي كل ما أخفيت نواياك كل ما أخفيت ما تفعله المفارقة اسمع لستاذ فاروق أن الجماعة يسوقون خطابا طائفيا سياسيا وإعلاميا حتى وهم في حالة تصارع فيما بينهم الآن الإطار التنسيقي تصارع مع مقتضى الصدر تحول الصراع إلى بين مكونات الإطار التنسيقي مع ذلك الخطاب ما زال طائفيا يلقى على السنة هنا على الأكراد هنا على مكونات أخرى مع العلم الصراع بين مكونات الإطار من الميليشيات والأحزاب الطائفية هو بالأساس نظام ملغوم يعني هو هو قائد على اللغم نعم ممكن من أجل المصالح ومن أجل أو تضارب المصالح تقاطع المصالح نمكن أن ينفجر اللغم بالجميع ولكن علينا بمناسبة ذكر الصدر والصراع مع الصدر علينا أن نؤكد على نقطة مهمة جدا أن الإطار التنسيقي أو مجموعة الأحزاب الموالية لإيران حسمت لأول مرة حسمت موضوع السلطة والحكم لصالحها نعم ولم تستطع أن تقوم بهذا ولم تتمكن من هذا إلا بمساعدة مقتد الصدر يعني مقتد الصدر هو الأساس في تحريك هذه الماكنة الآن الطائفية التي تتحرك والتي تتفاعل وكان بإمكانه كما توقع الكثيرون أن يفعل الشيء الكثير نعم لتعقيد مسألة الانتخابات الأخيرة وهي بالمناسبة هي انتخابات غير مهم مع الإطلاق وكل انتخابات في العراق هي غير مهم مع الإطلاق النظام موجود لكي يكون موجود وهو موجود بإرادة أميركية إيرانية الآن هل اتسعت المساحة التي تتحرك فيها إيران في العراق من المؤكد الجواب إيجابي نعم نعم توسعت وممكن أن يكون هناك صراع لكن صراع خفي بين الإدارتين الأمريكية والإيرانية إلى أين يذهب هذا الصراع أعتقد أن الأزمة الحالية ما يسمى بين قوسين بأزمة غزة والحقيقة الصراع لا علاقة بالخطاب الطائفي حتى لا نخرج الموضوع اللي اعتقد نحن مركزين في قضية الخطاب الطائفي ما هو الخطاب الطائفي أصلا موجود أما بهلوانيات هناك بهلوانيات السراضية سير يدخفض عند هذا الشخص ويرتفع عند هذا الشخص ولكن بالتأكيد أنت مرح تسمع أحد يقول لك أنا طائفي مستحيل ولكن الجميع طائفي وتوصلتنا إلى هاي النقطة وسؤالنا التالي هو في نفس النقطة ويا دكتور رافا دكتور رافا هؤلاء الحقيقة من خلال الخطاب الطائفي النهج الطائفي يحاولون تقديم أنفسهم لمجتمع ما على أنهم هم المدافعين أنهم هم الحماة لهذه الطائفة أو تلك للحفاظ على مكاسب كما يقولون الحفاظ على مكتسبات المكون الأكبر طبعا بوجه هذا الضغط بوجه هذه المطالبة من هذا التردي والفشل العام مقنع للرأي العام يقتنع أنهم هؤلاء حماة وأن هناك مكتسبات فعلا للمكون الأكبر تتهددها الأخطار وهؤلاء هم جدار الصد أمام هذه الأخطار أستاذ ماجد علينا وريد نعرف المكتسبات مع المكون الأكبر شنو نعم علينا أن نقول من البداية وكان يجب نأكد عليها من البداية أن الطائفة شيء والطائفية شيء آخر نعم هناك طائفة وهذه فكر إديولوجية دينية معينة توجهات معينة يؤمن بها تلمي بها مجامع معينة وهذه شكل والطائفية فكر سياسي معبئ بهذا الشكل له خطابه له غاياته وأهدافه التي تستغل الطائفة هذا ما حصل في العراق لذلك عندما جئت على ذكر بهالعرج الذي تحدث عن الوطنية الشيعة أكثر وطنية والذين ضحوا في العراق في فلسطين شهداد جيش العراق هذا الكلام وبغداد أكثر شيعية هذا الكلام هو نفسه عندما يعني في بدايات احتلال العراق أحد المحسوبين عليهم قال يعني حقيقة حذر من زحف سني على بغداد من مخاطر زحف سني قادم على بغداد نعم هكذا يقول نعم هو نفسه قال هذا الشخص قال نحنا جينا إلى العراق كأحزاب وقوى لم يكن لدينا جمهور فاتكأنا على الطائفية وما عدنا غير الطائفية هو وقالها بنفسه وهذه مسجلة وموجودة فإذن هم استعانوا بالفكر الطائفي للترويج لأفكارهم بعد عشرين سنة أو حتى قبل العشرين سنة لغاية عام الفين و الساطعش عندما حصل الثورة التشرين كانوا يتحدثون بهذا الخطاب أنه إحنا جئنا من أجل المكون المظلوم إحنا جئنا من أجل المظلومية جئنا كذا 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 وكانوا يدعون كثير من الادعاة وإذا ب من يقولون عنهم أنهم الحاضنة لهم أو المؤيدين لهم وأقصد بين هلالين نتكلم هكذا لتكون الصورة واضحة الشيعة وإذا بهم الشيعة شباب الشيعة في كل المدن الشيعية جنوبية يثورون عليهم ويحرقون مقرات هذه الأحزاب ومقرات الميليشيات وتبرؤون من عدو ويطردونهم هذا الذي حصل والكل شاهده إذن كل الخطاب هذا الذي كانوا يبثونه بلا جدوى لأن الشباب الذين خرجوا شباب صغار في الثانوية وفي الكليات أعمارهم تقارب العشرين سنة لم يكونوا تبعا لنظام سابق كانوا قد ولدوا غالبيتهم بعد الآلفين وثلاثة والذي لم يولد بعد الآلفين وثلاثة كان عمره عندما حصلت عشر سنوات ليس له علاقة بفكر بعثي أو فكر نظام سابق أبدا تكونت لدي كنا نعتقد وكنا كنا نعتقد أن هؤلاء كانوا قموا لموقوطة طائفية لأنه هذا التعبئة الخطاب الطائفي الفج الذي كان يتلى ليلة نهار في المدارس في الحسينيات في الشوارع في كل مكان بهذه الطريقة الفجة وما حدث في 2006 وما بعدها كان واضح تفجير مرقضة سامر رحمة نعم كانوا واضح أنه توجه وإذا بـ 2019 يخرج الشباب عبر الطائفية كارح للطائفية ضد الطائفين ضد المكون الذي يقولون نحن جئنا ندافع القوة التي تقول أنها جاءت للدفاع عن المكون وترد له المظلومية ضدهم لأنهم اكتشفوا أن هذا الفكر خاوي فقتل من هؤلاء ألف ومائتين شاب قتلوهم نعم وجرحه حوالي ثلاثين ألف قتلوهم استخدموا السلاح ضدهم هؤلاء ليس لديهم رؤية يعني فكر مثل ما يقولون للدفاع عن المكون الدفاع جئنا من أجل المظلوم كذبة كبيرة وكانت 2019 فيصل في هذا الموضوع لكي تكشفهم كشفت هذه الكذبة فاشفة فاضحة نعم فضحتهم فضحت هذه الكذبة وفضحت هذا الفكر الذي ليس له جذور في المجتمع العراقي وأعود مرة أخرى أقول عندما يتحدث باختصال لدينا فاصل نعم عندما يتحدث أحدهم ويقول لك أنه الشيعة أكثر وطنية من غيرهم يعني كيف قاس هذا الموضوع يعني ما هو قياساته ولماذا هو السؤال الأساسي لماذا يقول هذا لكي يميز الشيعة عن الآخرين لكي يقول أنه هذا البلد الشيعي والباقي يغادروا هكذا الكلام عندما يقول بعضهم أنه بغداد شيعية لماذا يقول بغداد شيعية يعني لماذا بالدراسات الجغرافية بالدراسات التاريخية بغداد ليست شيعية وهذا واقع الحال أنا لا أتكلم بطائفية لا أتكلم سني وشيعي لكن أتكلم بالواقع الجغرافي والتاريخي لغاية عام 1959 نسبة الشيعة في بغداد لا يساوون 15 إلى 20% كلها كانت سنية بدليل أن المناطق التي يأتون منها إلى بغداد مناطق كلها سنية وهذا لم يشكل امتيازاً لبغداد بغداد امتيازها بكونها عاصمة بكونها مركز ثقافي بكونها كسبت من التاريخ الكثير من حضارتها ومن نورها ومن تألقها من وجودها من أنها جامعة لذلك الفكر الطائفي وهذه الهوية نتيجة تفاعل المجتمع نعم بمختلف المستويات نعم لذلك أقول هي الكلمة الأخيرة في هذا الجانب أن الفكر الطائفي حارب الهوية جامعة حارب الهوية التي تدعو إلى توحيد العراقيين لذلك ذهب إلى المكونات الصغيرة شيع وسني وكردي وعروي بهذا الشكل لم يتكلم عن هوية جامعة وكانت بغداد وكانت كل محابلات لها هوية جامعة سيد فاروق لأن الحقيقة الفاصل ضغط عينة كثيرا مشاهد الكرام توقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش الوطن الوطن هو عمي وأمي الوطن قبل كل شيء هو الهوية هو منه أنا ومنه أنت ومنه إحنا كنا الوطن طمأنينة الوطن راحة الوطن استقرار تنزل في المطار تشعر أنه أنت غير يعني ما تحتاج شيء أنه أنت هذا بلدك يعني وأهله كيد الوطن يعني كل شيء في هذا الفرد ولاد طفولة ناسه وأهله الوطن هو أغلى شيء في حياة الإنسان هو الماء الذي نشرب ونكف تصويره أهلا بكم مشاهدين كرام مرة أخرى في هذه الحلقة من برنامج طاولة حوار تبحث في تكثيف زعماء الميليشيات والأحزاب الطائفية للخطاب الطائفي قبيلة وبعد انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة ضيفات طاولة دكتور رافع الفلاح والأستاذ فاروق أستاذ فاروق هذا التكثيف هذا التصعيد هذا التركيز من قبل زعماء الميليشيات في الخطاب الطائفي وكأن هناك مخاوف على مكتسبات يعني الطائفة هناك زحف مدربنين على بغداد هناك مكتسبات تحققت هناك من يريد أن يعيد عقارب الساعة إلى الوراء هذا التكثيف أو التصعيد سيعفي هذه الطبقة السياسية من هذا الضغط في السؤال هذا التردي هذا الفشل الكبير المجتمع يضغط هؤلاء الموجودون لم يحققوا شيء بالخطاب الطائفي سيكون قارب نجاة أو منقذا لهم كل المحاولات التي تبذل في هذا الاتجاه هي محاولات للتأجيل هو رظام يعني يعرف أركانة وزعماء والمستفيدون منه أنه هو نظام يعني زائل ولكن متى يزول هذه النقطة فكلها محاولات للتأجيل يعني هي حتى فكرة الشيعية السياسية أصلا وبالمناسبة هم يرددون كما قال الدكتور فلاحي أنه جئنا من أجل المكون جئنا الحقيقة هم لم يجيئوا ما جو هم جيئ بهم أمريكا هي اللي جابتهم جئ بهم وإيران هي اللي تسنتهم وهم مموجودين بإرادة شعبية وبأفق مستقبلي شعبي لذلك هم يقول لك أنا أصاعد من أجل أيام أيام جاية أكثر الدليل على ذلك أنه معظم هم معظمهم طبعا من حملة الجنسيات الأخرى غير العراقية إضافة العراقية هم لم يجلبوا حوائلهم أستاذ فاروح تكثيف مثل هذا الخطاب تصعيده تركيزه سيمنحهم مدة زمنية أطول باعتقادك أم أنه قضيتهم في الحكم مرتبطة بأجندة خارجيه إيران أو أمريكا هي أسباب أسباب الوجود صحيح هي بالأساس القاعدة موجودة لكن القاعدة من الممكن أن تكسر بإرادة شعبية بعد 2019 صار هناك خوف من الشعب بالحقيقة قبلها لم يكن هناك أي خوف من الشعب أنه خلص الشيائية السياسية ستتحول إلى شيائية اجتماعية تطبيع الطائفية هو هذا المسعى الأساسي مثل ما حدث مع تطبيع الفساد يعني كثيرين من المحللين يعتقدون أنه الفساد تم تطبيعه بالعراق بشكل كلي يعني بمعنى أصبح الشعب العراقي كله فاسدا هم يسعون بهذا الاتجاه أنه يصبح الشعب العراقي كله يفكر بطريقة طائفية أنه أنا شيعي وأنا سني وتمحى قصة الهوية العراقية أنا عراقي حتى فيما يتعلق بمغداد مثلا مغداد كانت في أوج عظمتها وفي ذروة تألقها كانت مدينة بمزاج مديني حضاري وليست مدينة دينية يعني كان لقب أمير المؤمن الدين هو بمثابة مش لقب ديني بمثل ما يعني يشير إليه اللقب كان أشبه برئيس الجبهورية أو ملك أو كذا بما كانت الدولة نفسها دولة مدينية ولذلك رجعت مغداد في بناء أول حضارة عربية ذات أفق عالمي فمغداد لم تكن لا شيئية ولا سنية ولم تكن مدينة دينية أصلا لكن المشكلة الشخصية الأراقية شخصية تعمل الإختلاف ولذلك صنعت هذا الأنفق الفكري الأنفق بسمة ديمقراطية بحيث صارت الملل والنحل نشوف الأراقيين يصنعون يخترعون هذه عبر تاريخهم طبعا وبالماسبة لم يخترعوا كل هذه الملل إلا لما كانت مغداد في ألقها وفي أوج عظمتها يعني في أزمنة الانحدار وأزمنة الحيطات التي مرت بها بغداد لم تنتج بغداد فكرة ولم تنتج أي نوع من أنواع الاختلاف كانت مدينة نائمة مدينة ساكنة تصعيد الخطاب الآن هو نوع من التذكير تذكير أبناء الطواعف أنه تذكر أنه لما مرحلة باقب العاش مرحلة المنصات يعني اللي هي طبعا محاولة من سكان المناطق الغربية للمطالبة بحقوقه المدنية لم تكن ذات أفق طائفي على الإطلاق ولم تكن لديها علاقة بالحكم أو بالمطالبة بالحكم أو مطالبة بزيادة الحصة بالحكم أو زيادة الفلوس أبدا هي مطالبات ذات أفق مدني نعم بمعنى أن المشاركين فيها كانوا يطمحون لإنجاز مشروع المواطنة والمقوف ضد مشروع المالكي اللي كان ينص على فسحقهم المالكي بالدبابات كما سحق عادل عبد المهدي والميليشيات ثورة تشرين وقتل ألف ومائتين منهم أشكرك كان يقصد كان المشروع الأساسي الأساسي قبل مشروع الاعتراض نعم التي اعترض هذه المناطق أن يتم تحويل سكان هذه المناطق إلى عراقيين من الدرجة الثانية نعم الثورة لكن الرد الرد مول مالكي الرد دائش نعم دائش سحقت الموصل وسحقت المناطق الغربية كلها نعم دائش لم تسحق أي منطقة إلا استثناءات بسيطة غالبية سكانها مثلا من المنكون الشيعي نعم أبدا على الإطلاق نعم دمرت دمر الاعتراض اعتراض المواطنة دمر بدايش نعم دائش كانت البديل للمواطنة نعم أشكرك الدكتور رافع الحقيقة أيضا في إطار هذا الخطاب الطائفي هناك يعني اتهامات مبطنة أو خفية يعني كما يبث أو يتحدث المحسوبون على الميليشيات من أن القواعد الأمريكية الموجودة بالأنبار أو موجودة في الشمال الحقيقة أن هؤلاء موجودين هناك لكونهم مرتاحين ومطمئنين وأكون سجام بينهم وبين سكان هذه المحافظات يعني عملاء يعني في هالطريقة يقول ولذلك يعني موجودين هناك والحقيقة نحن كلما نريد نطرح في البرلمان قرار إخراج القوات الأمريكية أن ممثلي هذه المناطق هم الذين سيعترضون ويقولون لا نحن مريد نطلحهم ويفشلون هذا القرار قرار في البرلمان يعني هذه أيضا ضمن الخطاب الطائفي اللي معرف يتفضل أولا إذا يريدون أن يخونون أي منطقة بهذا الكلام هم يخونون كل العراق نعم للسبب التالي القوات الأمريكية دخلت من الجنوب إلى وصلت إلى بغداد مرت بكل مدن الجنوب اللي هي من البصرة ونت جاي هي مدن شيعية هذه المدن الشيعية كلها خائنة نعم لأنه مرت بها القوات ولم تضرب عليها طلقة واحدة ودخلت القوات إلى أن وصلت بغداد واحتلتها هذه نقطة واحدة ثانيا أن هذه القواعد أساسا سواء كانت بالرمادي سواء كانت بالشمال سواء كانت ما هي بموافقة حكومة مركزية هم يقولون هي تابعة للمكون الأكبر الشيعي أليست هذه الحكومة منذ منتس يسوي الحكومة لحد الآن ألم يكن رئيس الوزراء والحكومة هي شيعية هم يقولون حكومتنا والآن يقولون حكومتنا والبعض يقول من الحشد الميليشياوي هذا يقول الدولة نحن يقولها هذه العامر يقولها ابو تراب ويقولها ما رو من هو والمالك يقول بعض من انطيها من انطيها هكذا تحدثوا إذن من يقرر وجود هذه ويعقد الاتفاقية منه سكان المحافظ عقد الاتفاقية من المالكي عقد الاتفاقية من 2009 الأمنية وغيرها ولكل ومن استدعاهم مرة أخرى في العام في 2014 العبادي إذن الحكومة استدعتهم وهي من وجدتهم في هذه الأماكن ثاني هذه الأماكن ليس لها علاقة بالمدن الشيعية والسنية ما لا علاقة قاعدة الأسد تبعت بالصحراء 40 كيلو متر حتى تواصله شنو علاقتهم بالأهل الرمادي به هم يقدرون يوصلهم يمهي يقدرون يفوتون من يمهي شنو علاقتهم به جزء من العراق أو حتى في الشمال شنو علاقتهم لك رادي إذا الأمريكان سكان نعم ما هم الأمريكان من جو يحتلوا والعراق يحترموا كردي يحترموا عربي يحترموا سني يحترموا شيء يحترموا مسيحي صابقي لا جو يدمروا البلد من أجل فكر معين لا علاقة لا بديمقراطية ولا بزالة دكتاتورية ولا بأسلحة الدمار شامل ولا بأي شيء إلى علاقة بتدمير هذا البلد وتخريبه وسلبكوا مصادر قوته وهذا الحقيقة هذا واقع الحال فتخوين العالم يقول من إذا نطحب البرلمان دون راح يفشلوه طيب البرلمان ما هو الغالبية العقوى من عنده من الشيعة منهم ميليشيات أنا لا أقصد لا أقصد الشيعة المواطنين الشيعة أنا أقصد الأحزاب الشيعية هذه التي تدعي أنها تمثل الشيعة وهي لا تمثل الشيعة وحتى الأحزاب السنية التي في العملية السياسية وفي البرلمان لا يمثلون السنة والأكراد الذين في العملية السياسية وفي البرلمان لا يمثلون الأكراد هذا واقع الحال هؤلاء لا يمثلون لأنفسهم يمثلون مصالحهم فبالتالي في هذا المكون الذي موجود بالعملية السياسية وبالبرلمان هم لديهم الأغلبية واخرون الحكومة بيديهم ما يشوفون بطولاتهم مرجلتهم ما لا علاقة تتخون العراقيين أنت تتخون العراقيين في قضية أنت واليتها وجئتها تحت مظلتها ليش هما في شلون جوا واخذوا الحكوم يعني في 2003 ليش الناس ذاكرتهم مثقوبة ما هو 2003 جابتهم أمريكا وباركت إيران وحمتهم أمريكا وما زالت تحميهم لحد الآن ليش يا أمريكا عندما ترفع يدها عن هذا النظام سيبقى هذا النظام قائما أبدا هذا النظام موجود وقبل شوية كنت تتحدث مع أستاذ فاروق يعني مكونات بقاء هذا النظام خارجية وليس الداخلية مكونات بقاء أمريكا وإيران هذه المكونات الأساسية في كل أنظمة الدنيا هناك مكونات داخلية هي التي يعني تصنع النظام وتقف معه وتحميل النظام وتسانده وهو خارج من رحمها ويخدمها ويقدم لها الوظيفة التي التي تحتاجها إلا في العراق هذه مكونات خارجية أمريكا وإيران وإذا ما رفعت أمريكا الغطاء عنه سنرى الويلات هذا واقع الحال والشعب لا يقبل بهذا لذلك الشعب عندما قال لك أستاذ فاروق أن هناك قدرة للشعب على التغيير هذا واقع الحال هو الشعب الآن بيد القرار أن يغير كل هذا وفي 2019 عندما حاول كانت هذه المحاولة جزء من عدها كانت موصلة لأهدافه لكن سيصل إلى أهدافه هذه الموجات الصغيرة التي نتكلم عنها كل مرة ستولد الموجة الكبيرة قادمة قادمة هؤلاء لن يبقوا على الكراسي لأن الوضع الآن يمشي عكس التيار عكس الحياة عكس كل الإنسانية والأخلاق والتربية والأوطان لا يمكن قبولها لا يمكن هذا فساد وخراب ودمار وطائفية وتخريب وقتل ودماء لا يمكن أن تستمر تخلف لا يمكن أن يستمر أستاذ فاروق الحقيقة هناك تخوفات من مراقبين والناشطين أن هذه القوى السياسية إذا وصلت إلى قناعة أن هذا الخطاب السياسي والإعلامي لم يعد مجديا في التحشيد وراءها في تجنيد المجتمع وراءها فإنها لن تتورع من تفجير الوضع طائفيا في العراق على غرار ما جرى عام 2006 وإطلاق شرارة الحرب الطائفية وقتل السكان بيد الميليشيات وفرق الموت وبيد التنظيمات الإرهابية المعروفة القاعدة ثم داعش هل تتوقع أن هؤلاء فعلا لن يتورعوا في الذهاب إلى هذا السيناريو الجهنمي؟ هو بالحقيقة التهديد بالحرب الاهلية كان سلاح دائما قائم يعني سواء صعد الخطاب الطائفي أو انخفض مستوى الخطاب الطائفي التهديد بالحرب الاهلية قائم بالنسبة لزعماء الأحزاب الطائفية بدليل أنهم لم يسعوا على الإطلاق مثلا يخفضوا من وجود الحج الشعبي أو الميليشيات بل بالعكس الميليشيات زادت شراسة وزاد عددها والعاطلين عن العمل بدأت الميليشيات هي تشغلهم يعني لحسابها والميزانية كثير جزء كبير جزء مرئي منها جزء كبير منها يذهب إلى الحج الشعبي الذي لا يعرف على الإطلاق عدد منتسبيه السلاح موجود السلاح متوفر بكثافة بالعراق يمكن من البلدان القليلة اللي بيها هذه الكمية من الأسلحة فممكن التهديد ممكن تنفيذ ولكن الظرف اختلف يعني الظرف 2006 إلى 2008 لا يمكن استعادته بسبب بسيط جدا أن الولايات المتحدة كانت موجودة بكثافة في العراق وكانت المقاومة العراقية تشكل تهديد حقيقي لسلامة يعني رأيوا أن المقاومة العراقية كانت ستطرد المحتل ولكن هي شكلت تهديد لسلامة وأمن الجنود الأمير هذا كان سبب رئيسي للحرم الأهلية الحرم الأهلية أدت إلى القضاء على المقاومة بالأساس يعني هي ما أنجزت مثلا مشروع من مشاريع الأحزاب الشيعية أبدا على الإطلاق هي أنجزت المشروع الأمريكي قضت على المقاومة التي كانت تشكل تهديد لسلامة وأمن الأمريكيين بالعراق الآن الأمريكيين موجودين بالعراق والآن عادة السيناريو صعب جدا لأنه يتطلب أيضا إدخال تنظيمات التي تم إدخالها 2006 إلى 2007 هي تنظيمات لم تكن جزء من المقاومة أولا خليني أذكر لك إذا سمحت لي قبل يوما جرت معارك بين الميليشيات كتاب الإمام علي والعصائف في البصرة وكانت معارك دامية وسقط فيها قتلة الفصيل واحد من الفصائل يقول أن الفصيل الآخر هم طبعا كل إثنيراتهم من المفروض محسوبين على الحشد قال لا هذا الفصيل قد اخترق بالبعثية والتشرينيين والجوكرية وأبناء السفارات صنعوا مباشرة فالحقيقة ما الذي يمنح هؤلاء أن يصنعون تنظيمات إرهابية ويقول هذه القاعدة هذه داعش قتلت فلان فجرت مرقد فلان ويشعلوها مرة ثانية لا يمنكون القدرة على الاختراع الأمريكي أمريكا لها تاريخ طويل في اختراع هذه التنظيمات وهي المسؤولة أصلا عن جمع المقاتلي هذه التنظيمات من جميع الحائل عالم هناك شركات كبيرة جدا الأحزاب الشيائية لا تملكها يعني من الممكن أن تعطي مثلا مهلة لإيران زمن طويل حتى تقدر تمتج مثل هذه التنظيمات ومثل هذه الجماعات وأعتقد ستفشل الولايات المتحدة كانت هي الداينامو المحرك الأساسي لهذه التنظيمات وهي القادرة بالمناسبة على نقل لأن مسألة نقل وفتح حدود وهي الدولة المحيدة التي تقدر تفتح حدود العراق بالطريقة التي تتمكنها هي أمريكا أمريكا هي التي تستطيع تفتح حدود الدول العربية للعراق وتفتح حدود تركيا مع العراق وتدخل هذه الكميات من المقاتلي شكرا جزيلا بصعب أشكرك واضح دكتور رافع الحقيقة هناك من يقول أن ما دام هذا الإفلاس السياسي للقوى العملية السياسية موجود هذا المأزق موجود هذا الفساد موجود فإن الطائفية نهجا وخطابا وشعارات ستبقى اكسير حياة لهم حبل سري لهم ولذلك سنسمع الكثير من الخطاب الطائفي المكثف والمركز في المرحلة القادمة مع هذا الفشل الكبير فعلا هكذا الصورة نعم سأجيبك على هذا لكن داني أقول شيء واحد داني في حديثك مع صاف فاروق تسأل يعني هم يستطيعون استدعاء داعش أو غيرها نعم يقولون أنا أقول لك نعم 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 أستاذ فاروق يقول إلا موافقت أمريكا أنا أقول لك نعم هم يستطيعون وإعلاميا يستطيعون وقالوها وآخر مثال على ذلك إيران في التفجيرات الأخيرة في كرمان عندما عدثت خرج وزير الداخلية وقال وزير الداخلية الإيراني قال إنه عبوات ناسفة وشرحها كيفية عبوات ناسفة بعد ساعات غيروا الخطاب حقائب أيضا تفجرت نعم بعد ساعات غيروا الخطاب قالوا داعش وداعش صدرت بيان قالت تتبنت القضية هذه اللعبة مكشوفة نعم بس هي إعلاميا هم يستخدمونها يستعملونها قالوا داعش داعش صارن عشرين سنة داعش لم تفعل شيء ولا القاعدة ولا أي شيء في إيران الضرب بالعراق وبسوريا وما لا علاقة إيراني وهذه الحقيقة يعني لم يحصل شيء من هذا القبيل لماذا الآن داعش تطلع بإيران وسويا مع أنه في إيران مكونات كثيرة ضد النظام كثيرة وهناك معارضة شديدة وهناك تظاهرات وهناك قتل وهناك اعتقالات وقضية مشتعلة ويعني قضية بينهم كبيرة جدا جدا والشعب الإيراني رافض لهذا النظام فهناك لكن هم يستخدمون هذا الخطاب بشكل أو بآخر وابا جواب على سؤالي الجواب على سؤالك أن الفوضى هذه الفوضى السياسية هذا الخراب هذا التخريب هذا كله نعم يؤدي إلى خلق بيئة ومناخ وأرضية صالحة لبث الفكر الطائفي لبقاء الفكر الطائفي يعني موجودة موجودة نعم نعم قادر أن يعيش وقدر أن يتمدد نعم لكن في نفس الوقت مع مرور السنوات هذه الوعي العراقي منسوب الوعي العراقي ارتفع بغض النظر تقبل ما تقبل هذا هذا واقع الحال ثورة التشترين كانت فاصل أكدت أن الوعي في العراق عند العراقيين ارتفع كثيرا وعند الشباب كثيرا هؤلاء يريدون الحياة يريدون شيء يشابه ودكتور أيضا المأساة التي عاش الشعب العراقي وكشفت حقيقة الموجودين بالعمل السياسي أيضا خلق وعي عالي نعم هذا جزء من عنده أنت الآن لو عدنا إلى بدايات يعني حتى هذا الفكر لا يقنع أحد أقول لك الوعي لأنه نحن في المدارس ندخل بالمدارس الابتدائية وندخل المتوسط نذهب ونذهب للثانوية نذهب للكلية ونذهب للدراسات العليا مدرسين معلمين مدرسين وأساتذة ودكاترة يعلمونا لم نسأل في يوما من الأيام هذا شيعي أم سني هذا مسيحي أم كردي ولم يميزنا هذا المعلم والمدرس لكوني أنا سني وأنت شيعي وأني شيعي وأنت كردي لم يميزوننا علموا الجميع شيعة وسنة وكرادا وعربا ومسلمين ومسيحيين بهذه الطريقة مهما كان أنت معهم إذن هذه الفكرة فكرة ساقطة مع الفوضى ومع ارتفاع الوعي ستخرب هذه الفكرة الخطابة الطائفي سيسقط وهؤلاء بسقوطهم بعدم قدرتهم على تقديم شيء للمواطن سيخسرون كل شيء شكرا في اختام حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار لم يتبقى لنا إلا أن نشكر ضيفيها وهم كل من الدكتور رافع الفلاحي الكاتب الباحث السياسي هنا في الستوديو وضيفنا أيضا من العاصمة البريطانية لندن الكاتب الصحفي الأستاذ فاروق يوسف شكرا جزيلا نلتقي إن شاء الله على خير شكرا دكتور رافع شكرا للمشاهدين الكرام إلى أن نلتقي في الأسبوع القادم في أمانلا